حالة غير مسبوقة من الخوف والترقب تخيم على العاصمة اليمنية صنعاء مع تورد الأنباء عن قرب معركة تحرير العاصمة من قبضة الإنقلابيين يأتي هذا في وقت ارتفع فيه عدد قتل الهجومين المزدوجين على مسجد المؤيد في حي الجراف الواقع في منطقة تسيثر عليها ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح إلى 28 بالإضافة إلى 75 جريحا وأعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرين وقال بأن التفجير الأول تم بواسطة انتحاري ثم تبعهم فجار سيارة ملغمة كانت متوقفة خارج المسجد واستهدفت المسعفين عقب التفجير الأول من جهة أخرى شن طيران التحالف العربي سلسلة غارات على مواقع تسيطر عليها ميليشيا الحوثي في شمال صنعاء أسفرت عن تدمير مخازن أسلحة ومنصات إطلاق صواريخ كما طالت الغارات مواقع للجماعة في محافظات تعز والحديدة ومأرب وحجة وصعدة وعلى امتداد الشريط الحدودي الشمالي الغربي وخلفت عشرات القتل والجرح في صفوف الميليشيا كما شنت المقاتلات غارات على مواقع الحوثيين في الجبهات المحيطة بمدينة مأرب ووصلت تعزيزات عسكرية جديدة بدعم من التحالف إلى محافظتي مأرب والجوف بعد أن شددت الأجهزة الأمنية والقوات الموالية لها حماية المحافظتين ورفع الجاهزية الأمنية ودرجة الاستعداد القتالي لبدء عملية تحرير صنعاء انطلاقا من محافظة مأرب وتمكنت قوات الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على كامل محافظة الأحج بعد السيطرة على منطقة كرش التي تعتبر آخر منطقة حدودية بين جنوب اليمن وشماله وسط تخوف في صفوف ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح من استمرار تقدم تلك القوات باتجاه محافظة تعز الشمالية أما في محافظة مأرب فقد نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن مصادر قبلية يمنية مطلعة أن أبرز حلفاء المخلوع صالح قد تخلوا عنه وهم شخصيات قيادية كبيرة في حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يتزعمه المخلوع صالح